الآن حانت لحظة صعود بطل موسم 2021-2022 النادي الاهلي وحصوله على جائزة بطولة دوري السوبر رجال موسم 2021-2022 مودي الجرح على الكابيتانو أحمد مهيب واحد من نجومه عملكة اللقاء وتقليد كما فعل لعبي كرة القدم سيف سمير يسلم لعبون يسلمون الميدليا للكابتن محمود الخطيب إبراهيم الجمال محمد أبو النصر عمر طارق واحدة من أحسن مباراة اللي لعبها النهاردة عمر طارق عمر عزب أيضا واحد من نجوم هذا اللقاء وتقليد كابتن محمود الخطيب مروان سرحانة لعائد من الإصابة لم يوفق ولكن ننتصر منه الكثير والكثير بالطبع عمر الشريف الجندي واحد من نجوم سلسلة البيستوفايف وعمر زهران واحد من الصعادين ابن كابتن علاء زهران ودي حتى مايكل تومسون يقلد كابتن محمود الخطيب الميدليا مؤمن طاري خيري عبدالله ناصر والبوب هاب أمين السوبر ماريو الانفي بي لهذه المباراة أحمد اسماعيل راجع من الإصابة أيضا ويقلد كابتن محمود الخطيب الميدليا الزهبية هنشوف بقى أجوستي أجوستي بقى بوش أجوستي بوش السينيور أجوستي بوش وأيضا يقلد الكابتن محمود الخطيب هذه الميدليا أحمد الجرحي المدرب العام وباقي طاكم الفني رامد يصي طاري الغنام كابتن رامد يصي المدرب المساعد وعلاء لطفي الإحصائي وحامد الكأس عامل المهمات وفي ضواضعه جميل جدا يقلد كابتن محمود الخطيب دكتور وليد الخراط إداري الفريق دكتور محمد جاد طبيب الفريق دكتور حيسم أخصائي العلاج الطبيعي وأخيرا القيصر الأسطورة طاري الغنام مدير إداري الفريق ونادر خزام أخصائي التخزية الكابتن مودي جرحي سأصعد على المنصة ليه حمل الكأس السادسة ودرع الدوري درع الدوري السادس أفكر حضراتكو آخر دوري كان في خزينة النادي الأهلي موسم 2016 بقيادة الكابتن طاري خيري المدير الفني الحالي لسيدات النادي الأهلي ويعاونه إسلام علي وكان مدرب المرتبط في هذا الوقت كابتن أحمد الجرحي وحصل بعدها كابتن طاري خيري بشهور قليلة على بطولة أفريقيا المقامة الآن مع التتويج والصورة قبل أغدليل على الفرحة لإحتفالية استلام درع الدوري